ترى السعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي جلسة البرلمان الأولى من دولة العقاد الثالث والتي يقيمت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة وأكد رئيس البرلمان العربي خلال الجلسة أن دعم جلالة الملك المعظم للعمل البرلماني البحريني في مختلف المجالات جعلها تتبوأ ثقة المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية لرئاستها وهو ما يعكس المكان الرفيع والتقدير الكبير الذي يحظى به أبناء المملكة في مختلف المؤسسات البرلمانية الدولية في ظل العهد الزاهر لجلالته والتي تعتبر نقطة مضيئة في مسيرة الدبلوماسية البحرينية واستكمالا لمسيرة التنمية الشاملة في المملكة شرفني في بداية دون عقاد أن أتقدم باسمكم جميعا باسماء آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه على برقية التهناء التي شرفني بها جلالته للتهناء بمناسبة انتخابه رئيسا للبرلمان العربي لدورة ثانية معبرا عن تثمين البرلمان العربي لجهود جلالته الكبيرة لدعم غضايا الأمة العربية وتعزيز العمل العربي من المشترك كما تقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى صاحب السموم الملكي الأمير سنمان بن حمد آل خليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين حفظه الله ورعاه والذي شرفني برسال برقية تهناء بهذه المناسبة أيضا مثمنا تقدير سموه للدور الذي يطلع به البرلمان العربي في تعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية ودعم جهود العمل العربي المشترك اشتركوا في القناة